استعرض رئيس مجلس الوزراء مصافة مدبولي مع وزير السياحة والآتار حزمة الحوافظ المقترحة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقية خلال اللقاء شار مدبولي إلى وجود خلطة لتحسين التجربة السياحية في مصر بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقاومات سياحية وتقافية فريدة كما تم خلال اللقاء دراسة اطلاق عدد من المبادرات بدعم من الدولة تستهدف زيادة عدد الغرف السياحية ودعم وتطوير النقل السياحي